الحكومة العراقية تصدر بياناً شديداً لهجة ضد الهجوم الذي شنته ميليشيات موالية لإيران على مطار بغداد وقاعدة فيكتوري معتبرة الهجوم إرهابياً ومحاولة محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون أمام اللا دولة الحكومة توعدت برد حاسم وملاحقة الجنات لتقديمه من القضاء مطالبة القوى السياسية بإدانة هجوم المطار الذي يمثل واجهة البلاد القيادة الأمنية والعسكرية العراقية أصدرت بياناً حول الهجوم على المطار عصابات لا دولة استهدفت مطار بغداد في تهديد مباشر لمقدرات البلاد وأوقع هجومها أضراراً بطائرتين كانتاً على المدرج هجوم المطار استنكره رئيس البرلمان المنتخب محمد الحلبوسي مشدداً على أهمية التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحارجة التي تمر فيها البلاد على حد وصفه لاستكمال عمر البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة التيار الصدري المتصدر للمشهد الانتخابي وفي رد على هجوم الميليشيات على المطار تعهد بجعل العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت الذي يهدد أمن واستقرار العراقيين من خلال تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية الشهر المقبل